من صانعة انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صانعة أكبر مفاجأة لم يتوقعها الروس تحديدا قبل الغرب والأوكران هكذا قلبت قوة فاغنر المساندة للجيش الروسي في خوض الحرب ضد أوكرانيا سيما في فرض نفسها في الخطوط الأمامية في معركة باخموت الأخيرة قلبت أوراق الحرب لتحول ساحتها إلى تمرد داخل الأراضي الروسية تحولت أنظار العالم للكلمات الغاضبة التي أعلنها رئيس قوات فاغنر بعد إعلانه الانتفاضة على قيادة الجيش الروسي تحديدا عندما اتهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا موسكو من جانبها نفت أي هجوم من الجيش الروسي على قوات فاغنر كما أعلنت ملاحقتها بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح مجلة فورين بوليسي قالت إن قوات فاغنر جماعات شبه عسكرية ضمن منظمات توفر مقاتلين للعمل كمرتزقة يقول الخبراء إن لديها ما يقدر بنحو خمسة ألاف مقاتل يترقب حلف الناتو تحديدا والغرب على وجه العموم سيما الولايات المتحدة الأمريكية الأحداث المتسارعة بعد حالة الانقلاب التي أعلنتها فاغنر على قيادة الجيش الروسي وهما يقول مراقبون مشهد يخدم إخماد وفشل الحرب الروسية على الأراضي الأوكرونية أما من جهة الأسباب التي جعلت هذا التمرد في الساحة الروسية فإنه بحسب تقارير غربية كان أهمها الخلافات وتدهور العلاقات الشخصية بين قائدي قوات فاغنر والجيش الروسي معادلة جديدة تفتح الباب أمام سيناريوهات عدة عنوانها الأعم ضربة في الخاصلة الروسية ستحدد الساعات والأيام المقبلة ما سيكون شكل الرد عليها من روسيا أو طريقة استغلالها من كييف والغرب الرافضين للحرب الروسية ترجمة نانسي قنقر